موسيقى 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 بالنسبة للناس الاج يجداد لعننا على صفحتنا أهلا وسهلا في عنا بالصفحة ثلاث أقسام حاليا قسم أساسيات اللغة الإنجليزية English basis في عندي قسم اللي هي الإنجليزية في حياتنا اليومية بالنسبة للناس أوكي اللي بتحب تعرف مثلا اسماء البرانس بالعالم أه الشغلات مستغموا بحياتنا اليومية كتير غير الأساسيات الأساسيات هي الأهم حاليا والكاتوغري الثالث هو اللايفات تبعيتنا اللايفات اللي احنا عمنا عملا كلها محفوظة بكاتوغري الناس بتحبتو ريالة Life is up to you درسنا اليوم رح يكون عن How can I describe myself So How can I actually describe yourself مثلا احكيلي عن حالك So we actually we having many or lots of sorry adjectives today to describe yourself Hi أم هيتم تيز نعيمة مانال النجار Hi madame How are you doing Yes نعيمة What's up Yeah الحمد الله I'm fine guys Anyway So اليوم رح نحكي كيف فيني أوصف حالي أوكي رح نأخد جميع الادجكتيف الممكن فيه اللي نستخدمها حتى نوصف حالنا سواء كانت positive or negative أوكي Anyway خلينا نبلش بالنسبة لل positive أوكي لما بتقول انت بسلا إنسان أوكي لطيف بيتعاملك مع الآخرين You are really nice أوكي to others and gentle I can call you nice sweet friendly lovely So هذول كل الصفات أوكي لعنا عم بستخدمون حاليا بدل إنو أنت كيف تعملك مع الآخرين So he's lovely He's actually friendly أوكي محبوب بفهمت على كيف sweet kind nice ذول كلهم يعتبر صفات إيجابية فيك تستخدم أي وحدة منهم إلك لو أنت تعاملك مع الآخرين أوكي جيد بالنسبة للناس الاجتماعية الناس اوكي بتحب تحكي الناس تحب تتعرف عناس اجداد We call them thoughtable Sorry Raja Hi Fatina Hi Arwa Sorry Raja اوكي Or Raj Bro Life بيختلف عن اساسيات لغة الانجليزية انت لو بدك تتعلم اللغة الانجليزية خليك مع الاساسيات اوكي لانه في منهاج اوكي محدد ماشينا عليه بالنسبة لللايف في ناس انا عندي هوني مستواها بصراحة متقدم لوعا ما فانا ما فيني ضل اعتي بالسكراش ضل بالسكراش فلازم اطلع شوي لفوق فانت علي كيف So انت خليك على الاساسيات حاليا اوكي درسهم حفظهم منيح وبالنسبة لللايفات يعني انه مو خطأ واحد اعلم اوكي اشي جديدة حتى لو شوي متقدمة بالنسبة لك هاي ندا واساب اوكي So بالنسبة للناس الاجتماعيين الناس مثلا اللي بتحب تتعرف على الاخرين اوكي بنقول لهم sociable sociable هلا social اجتماعي بشكل عام اوكي لكن لا تعود كصفة على الشخص social اللي هي social media وسائل التواصل الاجتماعية لكن بلاك انت اجتماعي انت كشخص اجتماعي يقول sociable or we can say talkative talkative اللي هو الانسان اللي بيحكي اوكي مو كتير بلاك ان بيحكي شي اوكي بيحب يحكي مع الناس talk talkative and communicative communication اللي هي التواصل اوكي مع الاخرين when we say communicative communicative يعني انت بتحب اوكي تحكي تتواصل مع الاخرين so again sociable talkative and communicative اوكي لو بدنا نقول العكس اوكي هو شخص بصراحة موهل اجتماعي ما بحب يتخالب مع الناس كتير قول quiet مو quiet quiet اوكي ال E بالنص مو اخر الشي quiet صارت كتير quiet اللي هي الانسان الهادئ الانسان عكس sociable exactly عكس sociable اوكي guys and you can say shy and reserved reserved اللي هو متحفز اوكي ما بحبي يتدخل كتير so we call him reserved or shy we call shy person quiet person and reserved person reserved بالنسبة للناس المتفائلة الاجابية اللي عنده روح التفاول اوكي we call them optimistic optimistic يعني متفائل so I'm optimistic person actually I consider myself as an optimistic person انا بعتبر حالي اوكي كشخص متفائل or you can say I'm a positive person positive كمان فيك تستخدمة بدل optimistic اوكي and you can say easy going easy في فاصلة او شخطة sorry going so easy dash going يعني بما في معنى سهل انسان سهل انسان تقول له مثلا يلا اروح انا اكل بمطعم يقول لك يلا I'm an easy going person اوكي مثلا اوكي هلا تصل فيني وقال لي يلا يلا here we go so easy going and positive optimistic optimistic حرفية متفائل positive انسان ايجابي كلهم اوكي صفات نستخدمون وال easy going مثل ما انسان سهل انسان بسيط مو هالمعقد he's not complicated بالنسبة للعكس عكس الاوبتيميستيك pessimيستيك pessimيستيك صار متشائم انسان دائما عنده تشاؤم negative عكس positive اوكي دائما انسان سلبي افكاره سلبية بيأثر سلبي عليه اوكي so pessimيستيك negative and miserable miserable اللي هو الانسان ايضا المتشائم نوعا ما اوكي مثل pessimيستيك miserable اوكي miserable طبعا هنا رح اسألكون عصفات كلياتا so يبقى اكي right down behind me بالنسبة للناس الحساسة الناس اللي حتى بتحسب بالاخرين اوكي الناس الحساسة وبتحسب بالاخرين we can call them sensitive sensitive يعني حساس اوكي sensitive or you can say caring he's really caring person اوكي and that's it so sensitive and caring اللي هن الناس الحساسة اللي بتحسب بالاخرين insensitive in i-n sensitive صارت عكس sensitive تماما صارت انسان اوكي ما عنده هالاحساس تجاه الاخرين اوكي so insensitive and you can say heartless heartless يعني ما عنده قلب او ما عنده مشاعر تجاه الاخرين or you can say as well cold cold اللي هي بارد cold hearted يعني قلبه بارد اوكي emotionless ما في مشاعر emotionless so again بالنسبة لما انت انسان اوكي عندك احساس عالي من الشعور اتجاهك واتجاه الاخرين you are sensitive person and you are caring person the opposite of them insensitive and cold hearted and heartless heartless sensitive yes insensitive yes sensitive intensive heartless cold heart thank you ريحانا emotionless بالنسبة للناس الصادقة الناس ما بتعرف تكذب اوكي we call them frank frank يعني انسان جدا صادق frank and honest honest صادق فقط frank هي مثل معنى تاني لازم اتعلمه بدل كلمة honest لانا نستخدم honest كتير frank and honest العكس مننا dishonest dis هالمره منحطين هذول اسمون اوكي قاسي ال prefix اللي بيجو كلمات قبل الكلمة الاصلية وبيغيروا المعنى حرفيا للعكس so honest and dishonest and insincere insincere اللي هو كمان الانسان الغير صادق اوكي ما عنده مصداقية insincere بالنسبة للناس اللي تتقبل الافكار الاخرى برحابة صدر منقللون open minded ما منقول open mind open mind تيجي هوني كاسم لوحدة بس when you say open minded هون عائدة على شخص صارت adjective so he's actually such an open minded person يعني شخص متفتح جدا اوكي so i'm actually a narrow minded person thank you for your advice but i'm ok يعني انا ما فيني اتقبل الاراء الاخرين ما لي منفتح اكتير على الاراء الاخرين so narrow minded we can say biased biased biassed اللي هو الانسان المنحاز so unbiased to for example to عبد الوهاب الجباري site انا منحاز لطرف عبد الوهاب يعني اذا في مشكلة بين ريحانا مثلا عبد الوهاب unbiased to عبد الوهاب site يعني انا منحاز لطرف عبد الوهاب العكس منه neutral in neutral انا محايد ما لي علاء neutral مو natural new neutral اللي هو المحايد so again open minded flexible and tolerant narrow minded the opposite of open minded and biased and intolerant intolerant اللي ما عنده رحابة صدر كتير ok ما ما انسان ما عنده رحبة صدر intolerant بالنسبة للناس اللي عنده عزيمة قوية ومنتجين ومثمرين we call them you can call them strong wield strong wield هلأ wield اوكي اللي هي نعرفها السوفة w ill strong wield ضفط الله ايدي لل w ill صارت صاحب ارادة صاحب عزيمة قوية so he's really strong wield so عنده ارادة قوية عنده ارادة عظيمة or you can say determined determined كمان اللي عنده عزيمة productive مثمر productive you can say confident اللي هو واثق من حالو so again determined okay determined sorry and strong wield صاحب الارادة القوية والconfident على عكس تماما un undetermined مؤين un un undetermined اللي هو ما عنده هالعزيمة اوكي he's undetermined person يعني ما عنده هالعزيمة القوية and strong wield صارت weak عكسل strong weak right weak wield صاحب ارادة عزيمة وضعيفة كتير and unsure عكسل confident يعني confident واثق من حالو unsure person انسان غير واثق من حالو so don't be unsure always be confident الاسم منه confidence بالنسبة للناس اللي تشتغل جدا اوكي بتعمل وتسوي we call them hard working people hard working people الناس اللي تشتغل بجد alright جاي هون كي adjective ما ميقول hard worked so I'm a hard working person انا شخص اوكي بعمل بقوة بعمل باستمرارية hard working or you can say ambitious ambitious اللي هو انسان الطموح اوكي الاسم منه ambition ambition and ambitious ambitious كصفة اللي عائدة عالشخص انا ambition اوكي صار الطموح so my ambition to be honest with you to reach a place that nobody before has reached reached there يعني حتى بدي اوصل للمكان ما حدا وستوصل لهنيك so هذا ambition عكسل hard working lazy you know lazy quite easy one I believe most of you you know that word so lazy اللي هو actually hard working he's a lazy person he's not really hard working person or you can say unambitious unambitious انسان انسان اوكي غير طموح you are unambitious man اوكي يعني انت ما عندك طموح hard ليست hard i didn't say hard 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 working hard working but it's so rad but it's so rad if you didn't put it you're fine you know hard working بالنسبة لالناس لالناس اللي بتفهم ع الطير الناس اللي تلقط المعلومات ع الطير زكية we call them intelligent or bright of course you can say smart clever whatever but بالنسبة لالناس اللي بتفهم ع الطير we call them intelligent or they are really bright he's really bright يعني مسلا الناس اللي بتفهم عندي for all of you guys i believe you are bright all of you are bright لو انتوا اوكي بتفهموا الاشي اللي عم بحكيه انا ع الطير اوكي intelligent and bright عكس اللي intelligent un intelligent اوكي and foolish foolish اللي هو انسان الغبي stupid اوكي foolish or un-intelligent un-intelligent الانسان ما بفهم ع الطير اوكي he actually takes time اوكي to understand بالنسبة لالناس اوكي الغير الانانية الناس اللي بتحب تعطي تشارك اوكي بغض النظر عن caring اوكي الكيرين هي المشاركة ايضا i didn't say no نقول un-selfish un-selfish اللي هو الانسان الغير الانانية اللي بحبي شارك we call him un-selfish and you can say of course selfish الانسان الاناني you are really selfish man give him some for example and vein vein v-a-i-n بس هالكلمة مضرورية لانه استخدامه قليل جدا الفين just say un-selfish الانسان عفوا selfish هو الانسان الاناني اوكي الفين بيجي مثلا كلمة سهلة بس غير مستخدمة كتير but anyway just bear that in mind reliable reliable اللي هو الانسان مثلا اللي تسق فيه كتير يعني جدير بالثقة اوكي reliable reliable اللي هو الانسان اللي انت تسق فيه جدا 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 trust worthy trust worthy كمان انسان بسق فيه كتير يعني محل محل ثقة اوكي trust worthy reliable and faithful faithful ايضا تيجي كمانا اوكي انه so I've got actually loss of friends they are faithful they are faithful اوكي جديرين بالثقة عكس هن كل هن حطلون ان un-reliable unfaithful untrustworthy just بمجرد الان اوكي guys you find so صارت عكسة تماما يعني غير جدير بالثقة you are un-reliable I can trust you I cannot trust you and untrustworthy اللي هو عكس التrustworthy تماما غير جدير بالثقة بالنسبة للناس الكريمين الناس اللي بتحب اوكي خاصة بمجال المصاري او بعيشي we call them generous generous people اللي هن الناس الكريمين alright العكس مننا البخيل او مو بخيل اقتصادي نوعا ما economical economical اللي هو الانسان الاقتصادي بالمصاريف او with his expenses he doesn't actually spend too much money on stuff right so we call him economical economical الانسان الاقتصادي جدا اوكي اوكي greedy you can say greedy كمان بخيل you can say that اخر شي عندي respectful الانسان المحترم respectful he's really respectful and modest المodest اللي هو الانسان الموضوعي اوكي الانسان الموضوعي بيعرف يحكي so respectful modest and humble and عكسا تماما bossy bossy اللي هي من كلمة boss زعيم bossy يعني مثلا احيانا نشتغل مع عالم they are really bossy بيقولنا شو تعمل وشو ما تعمل وشو تسوي وشو ما تسوي we call them bossy اوكي وحتى بيقولوه بطريقة غير لائقة so in in actually impolite way so bossy and arrogant as you know arrogant and disrespectful اللي هي العكس من respectful اللي هو محترم so respectful كي شخص disrespectful انسان غير محترم modest yeah نفوذي yeah انت اهم الشي اوكي ما تحفظ ما تحفظ الترجمة حرفية اهم شي تعرف باللهجة العاملية تبعيتك انت كيف تقولها لحتى تستخدمها وانت عم تحكي so as long you go you go in your actually your own accent you fine you can use it then uh respectful bossy arrogant yeah bossy yeah i think i think us not very these words if what in sentence yeah we'll have actually now exercises i've got some sentences we're going to actually guys we're going to practice together no worries عبد الوهاو describe yourself okay by using three adjectives describe yourself هلا انت وصف لي حالك عطيني ثلاث ثلاث اوكي صفات منك انت so describe yourself by using three adjectives انت حر لحتى تستخدم الكلمات الان اعطتك يا هون او لا any adjective you have in your mind three اوكي three adjectives in your personality ثلاث صفات في شخصيتك انت how can you describe yourself I'm a shy person yes so fair enough معتو انت شاي ما لكي sociable you're not sociable you are shy okay loyal you can say loyal faithful yeah honest brabo and grateful brabo grateful or thankful الانسان الممتن البتشكر الناس okay he's really grateful brabo علي again guys come on describe yourself I'm a clever I'm a clever person sociable and sensitive حلو لودي so لودي حساسة اوكي بتحس بالاخرين و sociable اجتماعية بتحب تحكي مع الناس she's talkative and communicative اوكي and clever she's smart i'm a brave person شجاع okay well done i'm an ambitious raja okay ambitious كصفة عائدة علي ambition صارت الطموح ما في نقول انا الطموح بقول انا انسان طموح so i'm ambitious i'm not ambition intelligent kind and shy yes lena well done i'm a sensitive shy thankful okay i'm a sensitive shy thankful yes the key i'm a lovely person positive and talkative okay well done manal sensitive kind generous okay ambitious well done asma respectful generous and smart صح محمد they are confident you are confident say i am confident يعني انا واسق من حالي عكس ال confident i'm unsure يعني انا مالي واسق من حالي okay bravo سؤالة تاني describe your best friend by using three adjectives describe your best friend so by the way best friend سمي my bestie okay bestie يعني صديقي المفضل so describe your best friend in three adjectives استخدم الضمير لو سمحت قول هي okay or اذا بدك اسكر الاسم على وجه التحديد lovable i'm lovely okay lovable you can say lovable يعني انا انسان قابل لانه انحب فمتعلك just say lovely محبوب صارت lovely الصح من اللوفبل optimistic bravo انسانة متفائلة hardworking تشتغل بجد احسنتي and sociable well done now that correct again so now describe your bestie by using three adjectives not yourself dreamer dreamer just say ambitious ambitious هو الانسان البيحلم okay هو الانسان الطموح shy comprehensive yeah you can say comprehensive bravo you're lazy you are lazy انت كسول you are lazy not your you're here صار ضمير ملكية عم تقول كسلك your laziness so الاسم lazy laziness okay you're laziness but you are lazy يعني انت كسول he's lovely sensitive and hard working bravo محمد he's clever not his he is yes ما تخلط انت عم تخلط عبدالوهاب بين ارجع لو سمحت ع الضمائر الفاعل الضمائر المفعول به وصفات الملكية okay انا شاه روحهم بالضبط انت عم تخلط عم تقول he's clever يعني زكاؤه he's cleverness so he is clever صار هو زكي my bestie is shy sensitive foasty bravo fatina she's considerate yep beloved you can say beloved and cooperative okay متعاونة yes she's honest kind and generous yeah she's sensitive open-minded okay trustworthy well done ندا حسنتي she's kind shy lovely he's generous okay i'm sorry no you don't you don't need to apologize okay i'm just saying that for you bro alright so السؤال اللي بعده give me another synonymums of respectful so respectful give me another synonymum okay of respectful يعني مفرد مفرد مرادف لعلا اسم مرادف لعلا he's lazy oh naima you got lazy friends okay fair enough she's economical and reliable okay and frank so frank okay she's honest really honest reliable اللي هي reliable reliable ال okay مباشرة than r-e-l انه هي الشخص جدير بالثقة trustworthy you can't trust her actually and economical اللي هي إنسان اقتصادية لما بتصورها في المصاري she's not wasteful okay يعني مالة مبذرة my bestie is generous kind optimistic clever and ambitious زكية لما بتقول الصفات okay حطي بين كل صفة وصفة فاصلة واخر آخر صفة حطي قبل أنت so actually my bestie is brabo generous fastly kind fastly optimistic fastly clever fastly and ambitious ambitious he's polite مؤدب صح أسمى you are sensitive yes أنت حساس أحسان عبد الوهاب sensitive yeah yeah by the way guys be careful with the spelling mistakes اللي أحمد بيفهم علي عبطير okay أحمد أول مبلاي علي أحمد بيفهم عبطير يعني زكي honest yes brabo manal okay honest اللي هو إنسان صادق frank نحاول نتعلم الكلمة الجديدة اللي هي الإنسان أيضا صادق جدا أحمد is smart yes بيفهم عبطير زكي humble respectful yeah you can say humble متواضع axel arrogant أحمد I love I love أحمد which which with the seven okay أحمد yeah is clever لينا أحمد is intelligent confident أحمد is bright bright not bright bright okay okay بالبي أحمد is clever bravo أحمد بفهم عبطير okay الجملة اللي بعده أحمد محل ثقة أحمد إنسان ممكن تستق فيه so أحمد محل ثقة أحمد is not stupid yeah ما فيك تقوله أحمد مو غبي just say he's actually smart he's clever he's intelligent بفهم عبطير one minute okay نايمي أحمد is not stupid أحمد is intelligent زكي be careful with intelligent he's actually generous clever respectful and honest أحسن رج أحمد is bright yes أحمد is confident nope أحمد is confident هو أحمد صار واثق بحاله أحمد is trustworthy bravo loody بقى إذا بدك تكتب إياه حطي فاصل شخطة بين trust والworthy okay dash أحمد honest yeah أحمد is confident يا جماعة confident واثق من حاله التrust worthy محل ثقة okay هو محل ثقة يعني تسق فيه للشخص مو واثق من حاله مشا نفرق بين confident وال trustworthy أحمد is faithful bravo fatina faithful فيك تقول faithful intelligent thank you ريحانا أحمد is a faithful person yes منال is a faithful faithful person faithful yeah I'm going to pray okay تقبل الله سلفا okay don't forget to come back أحمد is faithful yeah correct all right so كيف فيني قول ريم طويلة وجميلة ريم طويلة وجميلة طبعا الجملة كاملة عندي اها ريم طويلة وجميلة لكن لينا أطول وأجمل بالطبع عن الأطول وأجمل سراح نستخدم هلا هنا superlative والcomparative السوب المقارنة والسوب التفضيل بس خليني هلا بأول جملة كيف فيني قول ريم طويلة وجميلة ريم طويلة وجميلة ريم طويلة وجميلة ليش قلت طويلة محمد ليش قلت طويلة محمد؟ so it's tall فقط كأدكتف صار طويل tall and beautiful yeah أحمد is actually trustworthy yeah أحمد actually محل ثقة yes ريم is tall and beautiful okay هلا قلت لي لكن لنا أطول وأجمل من ريم لنا هلا غير ريم صارت أطول وأجمل من ريم so we finished with actually gorgeous yeah gorgeous actually جميلة يعني beautiful so لنا أطول وأجمل okay من ريم so ريم is actually tall and beautiful we admitted that we said that and now we're going to compare لنا with ريم all right so we're going to say she's and so ريم is tall and honest yes correct but لنا is tall and beautiful more ريم محمد ركز فيه شوي okay مع أنه مع السوب المقارنة لما بقارن شخصين مع بعض ضيف er ومن ثم الذان لو صفة قصيرة أنا عندي هون tall but لنا is taller yeah is taller ضفنا er and more beautiful هون ما ضفنا مع أنه beautifuler ليش؟ إنه more beautiful ليش؟ لأنه صفة طويلة الطال صفة قصيرة من ضفنا er بس بس أما beautiful من ضيف أبله more so she's taller and more beautiful than actually ريم لنا taller but I'm more beautiful and taller but I'm more beautiful and taller yes لنا taller and more beautiful than yeah ريم لنا is taller and more beautiful bravo than ريم لنا is taller and more beautiful bravo أحمد is confident yep so she's actually taller and more beautiful than ريم okay guys هلا اللي لكن أنا الأطول والأجمل أنا الأطول والأجمل هون ما شوفي عندي عندي أسلوب تفضيل أنا قارنت أنا فضلت حالي على الاثنين okay طائمي yeah bravo أول part in the sentence but you walk but I'm tallest and more beautiful than لنا نحن متفقنا أن more بصير most لما بسلوب التفضيل so ما في مور صار عندي I'm the most beautiful okay and the tall بصير tallest سلوب التفضيل من ضيف EST right so and I'm the tall but I'm the tallest and the most beautiful one you know quite easy one so بالنسبة للصفات القصيرة من ضفلة EST آخر الشيء طبعا الذهن ما بننساها the tallest مثل العربي الأطول في التعريف so but I'm the tallest and the most beautiful one out of actually لنا and ريم we said yeah but I'm the tallest and the most beautiful yes أحسنتي فتنا زكية but I'm the tallest and the most beautiful bravo زكية but I'm the tallest and the most beautiful one bravo لدي you know I asked about the interview that we took took our name oh yeah actually yeah 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 it's not an interview it's actually will be a life after we finish إن شاء الله طبعا بعض ما نخلص اليوم الأربعة الناس اللي حبي طبعا راح تتحدث اللغة الإنجليزية معي أنا عندي أربع عسئلة اليوم وأنت راح تسألني أربع عسئلة راح نحكي على هذا الشيء آخر الشيء سارة of course I won't actually break my promise ما راح أخرف بعضي so we say break okay break a promise يعني يخلص الوعد but I'm the tallest and the most most manal okay you don't need the are most beautiful than both of them okay but you don't say you know out of them you say out of them الي هي لنا وريم but I'm the tallest and most beautiful out of them yeah bravo أسمى bravo اللي أنا أكرم منك أنا أكرم منك من ناحية الكرم okay الكرم how can we say أنا أكرم منك كلاحظ الكرم هي generous okay وكلمة طويلة it's adjective but it's a long adjective so tell me how can you deal with it okay أنا أكرم منك I'm more generous bravo than you generous generous yeah I'm genuinely more than you I'm more generous than you I'm more generous than you yep cool guys ليش لأنه generous تعتبر صفة طويلة all right مين فيه يكتب لي كلمة assumption assumption اللي هي اه متل ما يشقولي اختراط اوكي أوي لأسيوم الفعل مننا أسيوم اوكي رح أفضرت اوكي and assumption اللي هو الاختراط so do you know how to write it I'm generous than you I'm more generous than you yes ملال أنت أكرم مني yep so how can we write assumption assumption يعني افتراط awesome wow 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 well done صح assumption yep assumption okay اللي هو الافتراط I'll assume اوكي أنا رح أفضرت well done what about descent descent اللي هو الانسان okay he's really a descent person descent اللي هو الانسان راقي جدا راقي جدا جدا so descent how can we write descent assumption yep distant no it's not distant descent brabo anwar present assumption yep brabo decent yes اللي ودي brabo okay شحص الراقي smart assumption smart assumption افتراط زكي okay all right so descend okay guys that way push push اللي هو مسلا push places الاماكن الفاخرة يعني مثل قصور palace okay وشغلات so how can we write push push no i said push i didn't say push i didn't say bo po po ah quite near yeah the p guys the p not b not bo po po push this isn't yeah sent no no it's not bush this is bush no no none 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 nope decent oh thank you rihanna okay guys rihanna just correct corrected your actually spelling mistake الكتاب الإملائية اللي عملتوا okay decent as rihanna okay wrote it push bravo raja okay so raja go guys push push place يعني manal what about ashamed 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 yesterday push ashamed shamed shamed yeah push yeah nah i mean hi sam yes okay ashamed sahiha okay a s h a m e d yeah ashamed what about a a zhni haj 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 klamat rach nedkul bil idioms so b mitel ma hakiyna kilyum fi andi two idioms brish idioms rach nchawwel nt alnam yom 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 shamed yeah manal bravo so be a late than never be a late than never يعني باختصار بالعامية انو توصل متأخر احسن ما انو okay من ولا شي انو اعمل شي متأخر احسن من ولا شي so be a late than never alright guys better late than never rachana can you write that down please be a late than never alright so again guys be a late than never late than never so again guys be a late than never be a late than never be a late than never can you put it in a sentence please a useful sentence so you can use be a late than never thank you rachana باختصار be a late than never be a late than never be a late than never can you say that you can say that انتصار متأخرا خيرا 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 لها بألات than never yes بألات than never alright can you use it in a sentence please nope بألات than never I'm coming to you late better than never okay I'm coming to you late better than never no for example okay خلينا أعطيك مثال okay حتى نوضح الفكرة مثل ما أنا حكيت okay كنا نحن مجموعين وأنا ما جيت معكم فأنا جيت متأخر okay فأنتقلتلي بهالحالة alright never late than better sorry late than never better late than never the rule say better than better late than never yeah the rule actually say or says or the rule says يعني أما the rule say okay better late than never you can say that هم الشيء أوكي تاعت تستخدمها أوكي يعني هي ما تستخدم بجملة حرفيا لك أنت بتقولها لشخص لما بيصير معك موقف وانت بتقولها ذاك الوقت oh never late better late than never better late than never الجملة اللي بعدها الليه كمان هو تريبا إديوم عربي okay kill two birds with one stone kill two birds with one stone يعني متل تصيب عصفورين بحجر واحد أوكي مثلا أنت اللي مثلا أنا رايح اشتري خبز ورا عدي أوكي على والدي بلك oh you will actually you're going to kill two birds in one stone لاحظ يعني راح تصيب عصفورين بحجر واحد انت عملت شغلي والشغل التالي نعمل بمعه سبحان الله أوكي لسو أو لآخر so it's like oh you killed actually two birds in one stone sorry I'm late better than yep you can say that sorry I'm late better late than never brabo you can say that you must improve yourself better late than yes better late than صح ندا ولودي kill two birds with one stone يأ انو أضرب عصفورين بحجر انت كون عملت شغلي والشغل التالي عملت معه أوكي أو انت رايح تعمل شغلته بنفس الوقت اللي خلية عمل أضرب عصفورين بحجر so I'm actually I'm going to kill two birds with one stone I'm busy I can't come to your house Asma said it's okay yeah exactly هكذا تبتلي نص أنا هي كان بدي أسمع أحسنتي kill two birds with one with yeah one stone brabo محمد so لما أوكي بتعمل شغلة ونعملت شغلة تاني معه so أنت هون قلت أوه أنا ضربت عصفورين بحجر أوكي so again better late than never and kill two birds with one stone في عندي أوكي جماعة ريدلز مثل ما تعودنا ريدلز حزورات باللغة الإنجليزية راح نشوف مين راح يحزرون kill two birds with one stone so الحزورة الأولى okay guys what has many keys keys okay what has actually many keys but cannot even open a single door what has many keys but actually never can open a single door I will clean our bedroom the house the home and cooking in the same time I will clean up the home yeah and cook at the same time not cooking okay and cook at the same time I'm going to actually clean up or clean my home up and I will cook as well at the same time piano yes Lena it's a piano actually it has many keys yeah lots of keys sorry not many many in the positive we can't use it so actually it has lots of keys but it can't actually open a single door right so ال ال لها دور من السميون keys okay كل واحدة key 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 بالبيانو so keys so it has actually many keys but it can't open a single door it's a piano yeah with that man yeah it's a piano okay guys ردل تاني all right you live in a story house you live in a story house ركز معي you live in a story house made entirely okay totally of red wood red wood red الهو لون الاحمر wood خاشب what color would be the stair okay or the stairs الادراج الدرج okay so what color would be the stair piano yeah i bought big and watch in same time at the same time at the same time okay we don't say in same time at the same time i bought a big and watch i bought actually i bought actually a big watch at the same time but i don't know what do you mean by that okay guys you actually you live in a story house made entirely of red house what color would be the stair don't know so actually story house اللي هو البيت الطابع واحد okay so story house it's not difficult guys it's a story house يعني حطة بالك انو البيت اللي هو مطابع واحد ما رح يكون فيه درج so i should just say okay there is no stairs it's a story house story house يعني بيت ما فيه okay طابع واحد مكبر من طابع واحد ما فيه طابع alright so ممكن اي سؤال i've just answered it manal i've just answered it i said okay you live in a story house made entirely of red wood what color would be the actually the stair so there is no stair because story home actually is one floor there is no actually floors right black based on what black lena okay you know i mean story home okay story house sorry anyway it's alright at least at least you learn something new i'm learning english because i want to get better in school and to be a good speaker yes in our daily life yeah and so i'm killing actually yo i'm killing now two bears with a stool with one stool bravo so i'm learning english because i want to get better in school and to be a good speaker in my life so i'm actually i'm killing two bears with a way to want to start bravo don't actually has your tail to ask me just keep going bro okay so i am fine homework okay homework 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 okay we don't call homework uh homework لنا نفس الخطأ مبارحة أنت كنت معي مو قلت لك لما في شغلة أنا هلأ خلصتها للتو هلأ هلأ خلصتها قول أف I have just finished فأنتي علي كيف؟ I have just finished يعني أنا هلأ شغلة خلصتها I have just finished eating I have just finished drinking I have just finished playing لاحظ بعد الفنش دائماً بيجي الفعل بال-ing لأن هذول ياتوا من الجيرات الفعل البعض بيجي بال-ing مثل I like playing I enjoy playing لاحظ اللي enjoy like هذول الأفعال بيجي بعد الفعل مع ال-ing so I've just I have just or you can say I've just straight away I've just finished eating I've just finished actually my housework right or in case you can say domestic chores domestic chores اللي هو كمان عمال المنزلي ريحانة can you write it down for them please I have just finished I've just finished لازم الفعل الأول يجي بالتصريف الثالث لأن هون عندي أنا ال-past oh sorry present perfect so I've just finished بعدين أوكي لو في عندك فعل تاني بال-ing I've just finished eating I've just finished playing I've just finished actually shopping you know أنا أستهلا أمخلص يعني I've just finished cleaning my room yes bravo another you can say that I've just finished in my room I have just finished doing the housework you can say that I've just finished okay doing the housework alright اللي ألا تريد الذهاب إلى الحفلة I've just finished doing the housework I gave just finished I have just finished I've just finished cleaning I've just finished cleaning I've just finished cleaning sorting out تنظيف okay تزبيت البت tidying up do you not don't you want don't you want don't you want محمد فوراً النت بجي معاً don't don't you want to go to the party don't you want to go to the party إما تتروع الحفلة would you like هلا هون صار سؤال ما عم بقول له ألا تريد أنا بدي أكتستخدمي ألا تريد هون استخدمنا طبعاً المضارع البسيط أن السؤال العادي ما فيه شيء وحتى نفينا بنفس الوقت صار سؤال ونفي يعني أنا هون متوقع منه يقول لي إيه okay so don't you want to come with me to the party we're going to the party don't you want to go to the party yes فاتنا I want to go to the bathroom bathroom صار الحمام party is quite different thing I've finished I have just finished my homework bravo راج I've just finished my homework can you explain what is difference what the difference between some times some time and some time so sometimes okay صارت بعض الأحيان بعض الأوقات sometimes okay sometime بعض الوقت so give me some time يعني عطيمي شوية وقت بالنسبة للsometime مرة وقت يعني بمعنى مرة وحدة some time some time don't you want don't you want to don't you want to don't you want to go to the party زكية okay don't you want to go to the party yep don't you want to go to the party yep here الجميل اللي بعدها لما تصلت فيني كنت عم تعشى so انت لما حكيت تصلت فيني أنا كنت عم تعشى I want to go to club club يعني club هو ممسم ممسمو مثل الديسكوهات عنا البلادنا العربية okay night club اختصار و club سحران برو okay so لما تصلت فيني كنت عم تعشى how can we say okay the time you called me yeah I'm eating ركز فيه محمد okay ركز فيه شوي عكينا نحن أخذنا الباس كونتينيوس right when you called me I was actually having my dinner برابو رودي I was eating I was having you know that's correct برابو رودي when you called me I was actually eating my dinner yeah that's why actually I haven't answered you when you called me I was actually having my lunch yeah لنش و الغداء okay لنش و الغداء و الدنار و العشاء when you called me I was actually eating yeah when you when you called me I was I has no no I was actually having my my dinner so when you called me I was actually having my dinner how about going to the party what do you mean by going to the party like what do you mean in here when you was when you was called me no when you called me ما في داعي للوز لبنة okay ليش لأنه هون أنا استخدمت الماضي البسيط بعد الوين بيجي فور الماضي البسيط so when you called me I was actually having my dinner باستخدم المضارع أو الماضي المستمر في الجملة الثاني بس بعد الوين فقط الزمن الفعل بتصنيف الثاني when you called me I was having my dinner brabo when you called me I was I was having okay عبدالوهاب I was having my dinner أحسنت مين كان عم يبكي مبارحة بالليل مين كان عم يبكي مبارحة بالليل إنا هون اللاحظ الفعل غير معروف إنا بنستخدم فورا الـ verb to be باحثة كان لناها جايز سلما بكون الفعل غير معروف وأنا عم بسأل إنه مين كان عم يبكي مبارحة بالليل How can we say in English who was crying yeah who was crying yesterday night مبارحة بالليل yesterday night yeah would you go to the party would you go to the party is fine يعني بدك روح على الله هاي بس ما بتلوه ألا تريد إذا بدك تروح أترغب في الله الذهب who was crying last night yeah yesterday night or last night who was crying yesterday night bravo who was crying last night yeah who cried no who was crying مين كان عم يبكي مين كان ال was عم يبكي crying أوكي بضيف ing هون الفعل ماضي مستمر who was crying last night bravo who was crying last night yep who was crying last night yesterday night yeah الجنة اللي بعدها أوكي دار عن تأليمة الأربعة جمال هاي guys and we done mmm أنا بفي كل يوم الساعة سبعة السباح طبعا أنا محاول أعمل مراجعة للأزمينة كل ياله اللي أخذناها so أنا بفي كل يوم الساعة سبعة السباح when he called me I was in add add KFC okay add KFC كتان باكل عند كتاكي bravo اسمم let's be able to say last night let's be able to say last night yesterday night yesterday night but what's what's the difference between yesterday night come on guys always always I get up always إنه بتجي بعد الفاعل أوكي لنا so I always wake up or get up at seven o'clock or I actually wake up at seven o'clock every day I wake up at seven o'clock every day yeah every day I'm walking no you don't anymore مفي ذايا أمبوكين أب هون استخدمنا اوكي المضارع المستمع البسيط المضارع البسيط كل ما عليك يتحطي الفاعل هو I اوكي بستيقص woke up I woke up بعدين متكملي every day for example at seven o'clock or whatever طبعا ترتيب الevery day بيجي يا أبد الأخيرة يا الأخيرة ما منقول everyday أول شي so I woke up at seven o'clock every day حيلا أصح آخر شيء يجي الevery day I woke up at seven o'clock نوع الغلاب لانها كانت به الراطيني استخدمه 처�صOne رقم ناعي جملة اللي بعدها حط اللي come at or came at is up to you في جملة طبعا came at هون أول come at فريزة الفرب أخذناها سابقا نحن استخدمها في جملة لو سمحت لبنة بين الوك والأب في space والوك إلى آخر الشيء يب I always wake up at half past three every day yes you can say that لها هاي فريزة الفرب كيف نستخدمها جملة لو سمحت what about okay this morning this morning my mother came at me with a flip-flop 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 in this situation you have to say I've been attacked yeah I've been attacked ذكية by actually a root person يعني هو جمت من قبل شخص سيء هون استخدمت أنت المبني المجهول I've been attacked by a just real person or a criminal كانت مرحباً كانت مرحباً كانت مرحباً عندما أقومت كانت مرحباً مع صفحة مع شخص مع مرحباً أعطيها مع مرحباً حسناً أعطيها 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 في جملة لو سمحت يا حاناً يا حاناً أعطيها يا حاناً بخير حسنتُ أحسنتُ احسنتوا اعطانك 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 امامك اعطانك اعطانك. شو يعني نقاط القوة. قل لي شو هنه نقاط قوتك بالإنجليش طبعا أنا اليوم نزلت فيديو على النقاط القوة طبعا هو ما كان نقاط القوة حرفيا بس كان كيف إنه لما يكون عندك مقابلة عمل باللغة الإنجليزية كيف تجاوب بالأسئلة وإلى آخره من الكلمات الذكرتن هي نقاط القوة ونقاط الضعف مين الشرطي راح يقل لي هلأ كيف يقول نقاط قوتك أو نقاط ضعفك شو في لودي من دون strength your strength يعني نقاط قوتك بتحطير لأس آخر الشي من دون points من دون ضعفة points ما بتجي لغة ترجمة حرفية مثل العربي so what are for example your strength we don't say what are your strength points your strength دحالة صارت نقاط القوة right and weaknesses هي صارت نقاط الضعف your weaknesses so what are your weaknesses شو هنه نقاط ضعفك and what are your strength اللي هنه نقاط قوتك where is the strength point of you no what are your strength and what are your weaknesses راحز نقاط قوتك نقاط ضعفك ما منحط الpoint كترجمة حرفية بتنقال متل ما هي strength and weaknesses is that okay guys has a penny dropped for that or no has the penny dropped what's your what is what are your strength what is your strength yeah when you say strength نقطة نقطة القوة واحدة عندك صار is what are your strength بتحط ال R هنا what is your weakness and what are your weaknesses correct what are your strength no بس تقولي strength واحدة نقطة قوة واحدة بلازم تحطي is what is your strength بس تقولي strength okay strength صار what are your strength لأنه جمع نقاط قوتك what are your strength فيه S آخر الشي يا جمع okay فيه S آخر الشي الناس اللي عم تقول R نقاط القوة مو نقطة واحدة صارت okay فيه S آخر الشي والweaknesses okay فيه كمان آخر الشي S what are your weaknesses point could you tell me no point Asma don't actually put point without a point my strength or good knowledge and so my strength okay فيه S آخر الشي R okay a good knowledge you can say okay I'm a approachable person efficient person for example I know how to talk all right detail oriented يعني السان دقيق مهتم بدقة تفاصيل for example sociable اجتماعي okay مو أي واحد okay بيقدر يطلع ويحكي ويسوي إلى آخر here talkative and community okay لاحظوا كل نقاط قوة هوني بتقدر تتخدم الادجكتيف straight away I'm confident and neutral in neutral هون محايد أحسنتي and confident أنا واسقة من حالي yes so those actually are your strength right ما نال عدول نقاط قوتك طب عطيني okay نقاط ضعفك what are your weaknesses flexible yeah you can flexible تعتبر one of your strength yeah serious I don't know إذا إذا نقاط ضعف or نقاط قوة serious when someone serious well it depends to be in situation what's the situation my weaknesses my weakness is yeah bravo I stress and I'm sensible okay my weakness is stress هل أصدق في التوتر هوني لنا شو أصدق بالضغط disorganized yes فاتنا bravo okay كلمة مهمة disorganized إنسان ما بعرف يرتب حياته اليومية ما بعرف يضبط كل شيء مواعده he's actually disorganized على عكس من كلمة organized الإنسان المرتب يعرف ينظم okay عنده schedule عنده موعد sorry جدول يحط المواعد فيه yep so actually my weakness is I get you know nervous easily quickly I get okay nervous quickly that's one of my actually weakness one of my weaknesses yep serious yep serious ما بعرف إذا رحنا أعتبره okay I've told you it depends on the situation it depends on the situation my weakness is chocolate I know your weakness is chocolate I know your weakness is chocolate okay so let's have okay another thing ضلوا آخر سؤالين تقريبا شو يعني you have been running through my head all night you have been running هي تعتبر okay من أنواع لو كان في علاقة okay بين شخصين متل صمون عم بيدلع حدا ثاني okay so actually you've been running through my head actually all all the night or all night my weakness point are shyness bravo الخجل ما قالت شاي خجول قالت شاينس أحسنتي نعيمة ما هيسم my weakness is أنكتشس أنكتشس القلق أنكتشس I don't speak English ذكية you speak English so so to be honest with you you've just written that sentence I don't speak English that means you actually speak English but not fluently okay say just my weakness is actually I'm not fluent okay in English I'm working on that and I consider that one of my weaknesses أنت في بالك طول الليل لاحظ all night all night يعني هون all دلتك أنك طول الليل لو تذكروا أخذنا الدرس على all and every كيف نستخدمه كيف نستخدمه so you are actually running through my mind all night يعني أنت ببالي كنت عم فكر فيك باختصار باللؤى بالعامية كنت عم فكر فيك طول الليل you've been actually running through my head all night what my weakness is temperamental شو أصدق ب temperamental محمد شو أصدق sorry أسمع my weakness is Chinese yep temperamental I don't know that word can you guys explain it to me please okay شو يعني تحت الأبط تحت الأبط okay how can we say it in English please مزاجي ah moody yeah moody okay you can say moody by the way moody لهم الانسان متقلبين المزاج okay خاصة النساء they are really moody okay so moody إنسان يكون معك اليوم كويس بعد يوم تغير حسب مزاجه هو so we call them moody my weakness points are fear are fear yeah الخوف under under arm أسمع at least okay فصري بينتون under arm arm pet هي الكلمة الأصح ال under arm هي okay مثل وصف لهذا الشيء بس هي ال under arm يعرف فيها اوكي العالم إنو أنت عبتقصدي تحت الأبط so or arm pet arm pet اللي هي تحت الأبط سوري أنا إحنا ما بلفز الأر لأنو تعود عن نفزة بيتاني ما بلفز الأر it's arm pet yeah arm pet or under arm is unreliable change of mood yeah it's like some kind of like moody rihana I believe all right so جبين الجبين under arm under arm أفصول برات أحمد so جبين يا جماع باللغة الإنجليزية please relate it's been one hour and ten minutes forehead yep أحسنتي يا لدي forehead حتى ال spelling تبعك صح so forehead اللي هو الجبين brabo fatina yeah forehead brow no not brow eyebrow do you mean eyebrow هو الحواجب eyelash اللي هنه الرموش forehead اللي هو جبين without thou okay just forehead forehead بل ملزوقة بعضة وفي اي بين ال forehead manal forehead brabo أنوار nada forehead في اي في اي بعد ال R forehead brabo lubna you can also say car is very developmental sometimes start up sometimes doesn't all right fair enough I google it anyway after we finish because a new word أنا بالنسبة إلي وبحفظ كلمة جيدة بحطة على google وبشوف الترجمة الحرفية تبعها بالإنجليزي ليس بالعربي يعني الترجمة نفسها للكلمة بالإنجليزي بصير بفهم أكتر forehead under arm yeah forehead 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 الجبين okay well armpit or under arm and that love it well done guys lisan lisan my watch is temperamental sometimes it works and other times doesn't fair enough I need to look it up anyway so lisan and that's it for today guys tongue yep definitely but their boobs that's not true and the same thing that's bad an image لنصر ريعتين محمد تانك برابو ندا برابو أم حيثم لا أم حيثم أم حيثم أم حيثم بكرفل منال بكرفل بكرفل تانك؟ 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 صحنا رعبو العرباه مايب لي differences ولكن كلان برمي مع من الصناق في اعمال القناة للناس الاجداد القناة في عندي شي اسمه اقسام عندي قسم اساسيات لغة الانجليزية في الاساسيات ان شاء الله اللي هي القاعدة الصلبة راح نوقف عليها فيما بعد لو حبينا انمد اكتر لانه عندنا الاساسيات ان شاء الله راح نبلش بالقواعد خلال اسبوعين قواعد اللغة الانجليزية هذا افضل كتاب انا استفلت منه اللغة الانجليزية طبعا فيه منه نسختين هذا الانترميديات المستوى الاعلى وفي عندي واحد ثالث للأدفانست منهاج خيالي بصراحة انا ان شاء الله هذا المنهاج راح نمشي عليه خلال مسيرتنا مع اللغة الانجليزية طبعا راح ضل معكن يوميا على هذا الحال راح تفتح الجامعة ان شاء الله واحد انا جامعتي تبلج واحد عشرة طبعا راح يستيج فيه تأصيل شوي نوعا ما بس موه التأصيل الكبير يعني انا راح تضل اوكي انا حط ببالي من اول ان شاء الله فيد اوكي تجربتي مع الاخرين ما راح اضع شيء راح نضل ثابتين على هذا المنوع بالنسبة للناس هلا اللي حابة تطلع معنا اوكي تمارس اللغة الانجليزية حرفيا اعتقد سارا النجار اوكي راح استالك 4 عسئله ونطيع سالهم اربعdire انت راح استعالني 4 عسئله ، ومن قد اختارелей سارا النجار اوكي تمارس حتى لو كان في شغwell 3형 اوكي 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 من تشعر كيف ت惹ها يعني رأى اللايف هو راح يكون إدارة عن لايف صوتي راح أسألك أسئلة بسيطة باللغة الإنجليزية بما أنه هو أول درس صوتي أول درس المحادثة الناس المهتمة قلت أمي لا أحد أنا كان عندي أصباء المرة الفاتحة حسنًا حسنًا إذا كنت حسنًا ما عدت من أجر الدرس اللايف على الفيسبوك اليوم الأربعة إن شاء الله بما أنه ما في غير شخص حاليا أنا لأربعة شاء من أجرها سوف نتعلقها إلى الأنجليزية حسنًا إذا كنت حسنًا إذا كنت حسنًا أخبرتكم أنه يجب أن تتعلم حسنًا إذا كنت حسنًا أنا ما بدي بس نتعلم بدي نحكي سارة بما أنه ما في أنت الوحيدة عنا اليوم لذلك أعتقد أن خليل الأسبوع الجاي سوف يكون هناك أشخاص إذنًا إذا كنت حسنًا رح نعمل إن شاء الله الأربعة الجاي أنا آسف سارة بس ما في غير شخص أو شخصين حسنًا 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 20 past 8 20 past 8 20 past 8 anyway that's fine guys I will catch you insha'Allah on Friday السلام عليكم